موسيقى بسرعة الثانية لم يعد حالة مؤكدا وشخص اتتضار في طرف 15 يوم وشخص اتتضار وشخص اتتضار وشخص اتتضار ومشار 5 تنزل وشخص اتتضار واحدة موجودة وشخص اتتضار في ذلك المعمل اللي خدأت العدوى من الشمال داروا مئة التحاليل من بعد ظهرت في هم 18 حالة مؤكدة كيف قلت لك بتاريخ 7 يونيو من بعد من نهادزت السلوطات المعنية لمرحلة الثانية هي تعميم الاختبارات الكافة العاملين في تلك الوحدة الصناعية حدث الأسبوع الماضي وكذلك رز المخالطين لهذه الحالات الأولى والحالات اللي كانت ظهر جديدة ليصلي العدد المرتبط بالوحدة الأولى لحوالي 170 حالة مؤكدة وفي إطار الإجراءات اللي اخذتها السلوطات المعنية كيف قلت لك من بعد هذه الحالات المؤكدة تزنى لتعميم الإجراءات على باقي الوحدات في المنطقة كيف كتشفت الحالة اللولة كيفاش تكتشفت كتشفت عن طريق تبين أن هناك واحد العامل من المنطقة ديال الإقليم العرائش من ما نذكره مكان بالضبط اللي اخذت العدوى من أحد الأقارب ديالها اللي جامل طانجا اللي سبف هذه البؤرة اللي في المنطقة ديال إقليم العرائش لهاد القاربة دياله اللي كتشفت في هذه الوحدة الصناعية طبعا ديال حالة سلطة إنفو عرفت أن كين حالة مؤكدة ديال هات السيدة اللي اخذت العدوى من الأقارب ديالها طبعا ديالها الاتوماتيك مو جميع العاملات في ذاك الوحدة الصناعية رام من المخالطين لهذا السيدة هادي الأمر اللي أدى أنها تبدأ العملية ديال الاختبارات لهذه العاملات هدو في الوحدة الصناعية هنا في المركز وش كتك تقصد للمركز ولا في المركز هنا في الجامعة اللي لم يمونا باش نكونوا منصفين كان هناك موجود كبير ديال السلطات المحلية مع مختلف المتدخلين مع الجامعة ديالنا مع الموظفين الجامعة مع الأعوان مع المسؤولين ديال الجامعة حيث كان واحد تعاون جل توفير جميع الأمور اللي كان نحتاجوا هنا يا لا فاتش ديال التقييم لا فاتش ديال تحسيس التوعيلي كان كي يتدرب بطريقة يومية لم المجتمع المدنيته هو كان كي يسان في هذه العملية هادي لم المراقبة ديال السلطة المحلية يوميا خاصة الأماكن اللي كي يجتموا فيها الناس اللي تبضع والتصوخ مكان مجهود ديال السلطة مقدر في هذه العملية هادي وكيف كتعرف كان هناك نسبة مهمة من المواطنين اللي كانت على قدر هذه المسؤولية وكان هناك بعض المواطنين للأسف اللي كانوا مستهطرين بهذه القادية هادي وما كانواش واعيين بالخطورة ديال الوضع بالامكانية ديال الانتشار والانتقال دياليال الفيروس هادا اضافة لنقدر نضيف ليك اليوم كان تكلموا على المائات ديال الحالة كان تكلموا على رقم قياسي منهار بدل وابا منهار تسجلت اول حالة في المغرب مع عمنا تجاوزنا 300 حالة اليوم آهيرا لحد الساعة نتكلم على 455 الرقم مرشح الارتفاع ونقلت هذه وقيتها خصنا نتعاونه باش نطوقوها لبؤرة بمنتهى الكلمة خصنا نطوقوها للمنطقة هذه بجموعة الإجراءات بدأت تتخدم تلقن هذا الصباح ديل تطويق مختلفة الجامعات مولي بوسلام للمي مونا سوق الأربع إغلاق مختلف الأنشاطات التجارية جميع المواطنين ندخلو الديور ديالهم بدأت العملية ديال النقل ديال هاد المرضى احنا في إطار هذا التطويق كان طالبو أن نضافر جميع الجهود كان طالبو أن يدر مستشفى ميداني لأن كان هذا علميات الحالات لدر مستشفى ميداني غادي عاون باش نطوقوها الشي وباش نعالجوا هذه الحالات هنا وغاي ساعد التفل المعالجة ديال الحالات اللي غاتبا عند المخالطين وفي العملية ديل تتبعوا ورصدوا النقل ديالهم وكيف قلت لك خصكون شي تعاون مختلف المتدخيني باش ننفوتوا هاد الأزمة هادية إن شاء الله وتبقى هذه المنطقة تقال بلد ديالنا أمينة ونطلبوا السلامة والعافية والشفاء الجميع